وإذا البشائر لم تحن أوقاتها فلحكمة عند الإله تأخرت سيسوقها في حينها فاصبر فاصبر لها حتى وإن ضاقت عليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بشائر وبشرة عنوان حلقة اليوم كيف يكون تصفيد الشياطين بداية اللهم ارحم شهدائنا الأبرار اللهم فك أسر المأسورين وفرج كربة المكروبين اللهم كن لذويهم يا الله ناصرا ومثبتا ومعينة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سنتكلم اليوم بإذن الله عن موضوع مهم ألا وهي حادثة كونية خطيرة لم تتكرر في الكون إلا قليلا ألا وهي حادثة تصفيد الشياطين وكيف يكون تصفيد الشياطين هل هم مصفضين فعلا يعني مكبلين بالأغلال محبوسين فعلا أم هل هم على المجاز مكبلين يختفي الوسواس الذي له علاقة فيهم اليوم في هذه الحلقة سنتعرف على آراء بعض العلماء في قضية تصفيد الشياطين وهي لها من قضية مهمة وخصوصا لما نسأل نفسنا ليش في معاصي كثير في شهر رمضان مع أنه الشياطين مصفضة احنا بنعرف أنه في من الآراء أنه نفس كمان تأمر ولكن يعني الشيطان مصفض طيب الأصل إنه ما يكون وهذه يعني هذه خاصية حلوة لهذا الشهر يعني وكأن رب العالمين يعلن إعلان عن محبته وكرمه وعفوه ورغبته ووده في إصلاح هذا العبد يعني أنا حتى الشياطين البوص وصولك بدأ أخبيهم علشان أنت تقدر تشتغل تقدر تشتهد فخلينا نبحر في هذا الموضوع أصلا في أول رمضان زي ما اتفقنا تحدث تغيرات كونية إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة غلقت أبواب الجنة وصفدت الشياطين اليوم ما بدأ نحكي عن تفتيح أبواب الجنة ولا عن تغليق أبواب النار بدنا نحكي عن تصفيد الشياطين إنه هذه كرامة طبعا لأمة الإسلام اللي هي في موضوع تقييد الشياطين لما أجع كثير أصلا هي الزمان قيدة الشياطين لسيدنا سليمان وآخرين مقرنين في الأصفاد الآية القرنية بتقول والرسول عليه السلام أراد أن يتجاوز يعني دعوة سيدنا سليمان فلما تفلت عليه جنيا أو عفريت من الجن وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة وكان النبي يعني بده يمسكه ويعلقه عسارية المسجد لحتى يورجيل الصحابة فقال إنه سيدنا محمد تذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحدا بعدي فأعطى الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية لسيدنا سليمان فأنا مش رح أدخل على هاي الخاصية التقييد الشياطين عشان هيك اليوم إحنا نسأل أنفسنا هل التقييد على الحقيقة ولا على المجاز هل هو اللي بتتقييد وساوسهم ولا أجسامهم وإحنا كل ياتنا منعرف إنه في رواية في غزوة الخندق إنه فيه شيطان قتل صحابي من الصحابة يعني فيه إشي على الحقيقة بصراحة مش عوصة على المجاز كمان إنهم حقيقي مقيدين آه هم حقيقي مقيدين لكن مين اللي مقيد خلينا نشوف آه واحد أول نوع من نحكيه أو أول معلومة آه بدنا نحكيها قبل ما أو بعد ما حكينا مع موضوع إنهم مقيدين على الحقيقة حسب رأي كتير من العلماء آه مارد مارد من اللي هو مارد من من تبعون الجن اللي هو بسموه الشيطان العاتي العاتي يعني الشرير يعني أكتر نوع من أنواع الشياطين اللي فيه عتو وشر هو المصفد شوفوا شو بحكي هون التصفيد خاص بمردة الشياطين يعني هم العلماء قالوا هو التصفيد مش لكل الشياطين بس للمردة منهم المردة اللي هم المارد هو العاتي في الشر اللي أكتر نوع اللي هم شر في التأثير عبني آدم هدول هم أكتر ناس وهذا الكلم طبعا دعمه رواية عند النساء بيقول فيها وتغلوا فيه مردة الشياطين وفيه كمان رواية بتقول عند ابن ماجع عن أبي هوير رضي الله عن إذا كانت أول ليلة من رمضان صفز الشياطين ومردة الجن يعني المردة إشي والشياطين إشي خلينا إحنا هلأ شوي شوي نمشي نشوف مين هو اللي مصفد واللي بعيد عنها اتنين إنه يكون التصفيد معناته هو إنه المنع التسلط بالبدن وبس تضلقاش الوساوة الشغالة وإحنا زي ما حكينا قبل شوي إنه فيه شيطان تسلط بالبدن على صحابي فيه غزوة الخنق تلاتة إنه يكون المعنى إنه هادي النفس هي البتوسوس هلأ وبتجيب المعاصي مش الشياطين أربعة إنه لا يمكن إنها تستمر الوساوة بنفس القوة يعني في رمضان بتخف الوساوة هذا إشي أكيد بتقل عن درجتها لإنه الغالبية الكبار محبوسي طيب كمان رأي الرأي الخامس ذكره القرطبي إن التصفيد للشياطين ينجح مع العبد ما دام ملتزما بآداب الصيام يعني العبد اللي داخل رمضان ناوي يعبد ربنا رح يصفد عنه الشياطون يبعدهم لأنه فيه نيت إنه يشتغل ويقرأ يعني هي متزمة بالعبد حلو رأي كتير ابن القرطبي أيضا من الآراء اللي تكلمت إنه التصفيد مستخدم منه إبليس ليش لأنه الله صحة وتعالى وعده بالإنظار فقال له أنا ولكن برضو العلماء تكلموا في هذا الموضوع قالوا إنه فيه لإبليس أعوان ورجال مش قابة تقولي الآية القرنية وأجلب عليهم بخيلك ورجلك يعني فيه إلى رجال وأعوان ما بقدر يمشي بدونهم يعني إبليس اللي بقدر يطلع هو بدون أعوان أو بدون الرجال يعني رح يكون تأثير ضعيف علينا الشياطين في الموضوع إنه تأثير كل هدول رح يكون مش زي تأثيرهم بعد ما يخلص رمضان رح يكون الشياطين يعني على الحقيقة طلعت إذن الخطاب بالبداية في تصفيد الشياطين كان الهدف منه إيصال فكرة الحب للعبد إن أنا بحبك حتى صفضت الشياطين عنك فكرة تصفيد الشياطين يختلف في العلماء مبان حقيقة وعلى المجاز والتفاوئنا هي على الحقيقة حقيقي هم يعني مسلسلين بالضبط وفي مكان واحد وفكرة إنه هم مش مثل أول تأثيرهم أخف بالوسواس يعني هم خفيف تأثيرا من مجرد الاستعادة رح يروحوا أيضا التصفيد كان في زمن الوحي والنبوة بس في هذا الرأي الأخير ده أحكيه من الأراء اللي هو الرأي السابع إنه كان التصفيد فقط يتم في ليلة القدر أو ليش لأنه هم الليلة نزل فيها القرآن كان الجن يطلعوا يسترقوا السماع فربنا صفضهم في هذلك الوقت فهم يفكروا إنه التصفيد فقط خاص في ليلة من هذه الليالي اللي هي ليلة القدر فمنعوا في كل سنة في هذا العام من هذا اليوم من هذا التاريخ إنهم بتصفدوا يعني في العشر الأواخر أو في الالت القدر أو في هذا اللي فعشان هيك التصفيد أيا كان معناه أيا كان نوعه هو إشارة إلي إلى إنه اشتغل ولا تلتفت وإدعم وما تضل تقول ما هو أنا كسول ما هو أنا عندي معاصي ما هو أنا الشيطان ما هو الشيطان ممكن يجي ما يقول ليش ما تعصيش الشيطان عنده طرق في الوسوسة وممكن يجي يقول لي أنت كل هالخطايا اللي عندك وجاي هلأ تعمل الله بتصوم مش حلو شكلك يعني أمام الله أنت هلأ بعد كل هاللي عملت طول السنة وهلأ جاء آه قال لإن رب العالمين عملني هذا الموضوع علشان أعبده لإن ربنا جاب لي هذا الشهر أصلا ربنا جاب الشهر للعصى الشهر العبد العاصي العبد اللي عنده خطايا تعال هي في عنا في هذا السنة موسم أصبع شهر رمضان ربنا جابه عشان يغفر كل الشهر قائم على ليلة القدر اللي فيها العفو كل الشهر قائم على كلمة العفو والمغفرة كل الشهر قائم على إنه رب العالمين يغفر لك خطاياك إذن كيف أنت أخليش طني واسوس لي ويقول لي أمه أنت بتقطع بصالتك كيف ربنا بدي يغفر لك أنا برجعه بحكي الحديث كان موضح أو تات أحاديث الجوهرية من صام رمضان إيمان واحد السنة غفر لهما تقدم ومن قام رمضان لو قام ليلة القدر بس غفر لهما تقدم ومن برضه اللي بصوم رمضان كله غفر لهما تقدم واللي بقوم رمضان بالترويح من قام رمضان بالترويح غفر له وأيضا اللي بقوم من قام ليلة القدر واحدها غفر لهما تقدم إذن قضية عراكي مع الشيطان تنتب شهر رمضان لأنه مفعولة مجزي أول وهو أصلا بأصلا إنه كان الشيطاني كان ضعيفة وأنا كمؤمن الآن محصن الحمد لله رب العالمين بقرأ أذكر صباح ومساء بقرأ صوت المقرأ بحصن نفسي من الشياطين من وساوسهم فأنا رح أدعم على العباده وما أخلي أي إشي من اللي رح يحكي لي يا الشيطان حتى لو حكيه على سبيل الاستقفاف فإنه ربنا بدي ينظر لك وربنا بدي يطلع لك وإنت بختمتش لغاية هلأ وإنت بتقطع في صلاتك وإنت بتقضي نايم هو ما دخله بكل هذه رب العالمين قرر في هذا الشهر إنه يعطي وإنه يجود على العباد بالفوضات الربانية وإنه يغفر الخطايا ويغفر كل الذنوب ويصرحوا علاقاتهم مع بعض الناس لحتى رب العالمين يغفر لهم كل خطاياهم عشان هيك وإحنا مقبلين على العشرة الأواخر لابد إنه نعرف حقيقة تصفيض الشياطين وحقيقة هذه المعجزة الكونية اللي ربنا عمل لي إياها من شاني أنا كمؤمن إني أنا بدي أوفر عليك وقت في إنه بديش إياك تظل لك الآن في موضوع أنا الشيطان أجل الشيطان راحي الشيطان واس واس لي الشيطان ما خليش أسعى صائد الفجر لا إنت بطاقتك بقوتك بنفسيتك بإقبالك رح تبين أمام الله في هذا الشهر وفي هذه الأيام اللهم زدنا ولا تنقصنا يا الله واللهم يعني أرنا الحق حقا نرزقنا اتباعه لأنه أحيانا نضلل في فهم بعض المصطلحات في فهم بعض الموضيع وبصير ردة فعلنا إلها عكسية هيك نكون نوصلنا لنهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء فيكم حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذا البشائر لم تحن أوقاتها فلحكمة عند الإله تأخرت سيسوقها في حينها فاصبر فاصبر لها حتى وإن ضاقت عليك وأقفرت